سقط رهانكاء السيد حسن نصر الله المعركة في سوريا ناصحا الغاضبين بمداوات جراحهم لألا تبقى المنطقة مشتعلة بسبب عنادهم طبعا هناك دولة إقليمية ما زالت غاضبة جدا أنا لا بدي يهاجم ولا بدي يفتح سجال ولا بدي يفتح مشكل أنا مع موصف ومع بكشف سر والحرف الأول من اسم هذه الدولة الإقليمية هو المملكة العربية السعودية وهو أيضا عناد بلا أفق عناد بلا أفق بلا أفق على الإطلاق بل أنا أقول لهم اغتنام فرصة الحوار أو مؤتمر الحوار الحالي أفضل لكم لأن الزمن الآتي الزمن الآتي ليس لمصلحتكم حل عسكري بسوريا ما فيه فيه ناس مصيرين يدقوا راسهم بالجبل الحل المقبول والمتاح في سوريا هو الحل السياسي والطريق إلى الحل السياسي هو الحوار السياسي بلا شروط مسبقة ما يقال يوم عن جناف اتنين بمعزل عن بعض الشروط وبعض التفاصيل هو بالنهاية يفتح أفق لبنانيا دعا السيد إلى الخروج من دوامة انتظار الأحداث في سوريا قائلا الانتظار أكثر سيحسن موقع حزب الله وحلفائه اللي بده يرجع من مطار دمشق معناتها حيضال مطرح ما هو أحسن لإله يعيد النظر يرجع من مطار بيروت مطار بيروت مفتوح لكل اللبنانيين ومطار بيروت الدولي مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري يرحب بكل اللبنانيين العائدين إلى لبنان لما الحاج أبو حسن حكي عن هذا الموضوع ما كان عم بيهددكن لا كان عم ينصحكن عم بيقلكم فيه وقاع سياسية ترى هلا نحن قبلانين أنه يعني ترتب هيك والتسعة تسعة ستي وكذا وإلى آخرين يمكننا تغيرت الظروف متأش العالم تقبل يعني فلذلك اغتنموا اغتنموا الفرص ما حدا عم بيهدد حدا نحن عم ننصح بعض أما حكوميا فقد أيد نصر الله عقادة جلسة لحكومة تصريف الأعمال داعيا الحلفاء إلى مناقشة خلافاتهم في ملف النفط على طاولة مجلس الوزراء أدعو فخامة رئيس ودولة رئيس والوزراء والقوى السياسية المشاركة في الحكومة أن تنعقد جلسة حكومة وأدعو القوى السياسية خارج الحكومة أن ترحم البلد شوي وتوقف ضغطها وما تفتح مشكلة من وراء هذا الموضوع وهناك ملفان ملحان فوتيان لا يتحملان التأجيل على الإطلاق ملف الأول وملف النفط ثانيا ملف الأمن عموما ملف الأمن عموما سطر ترابلس طبعا في الطليعة الآن الحل الوحيد هو باستدعاء الجيش اللبناني والقوى الأمنية رسمية والتعاون معها وليس باستدعاء داعش والنصرة داعش والنصرة بتعقد الوضع بترابلس بتعقد الوضع بكل لبنان وتوقف السيد في خطابه عند ملف المخطوفين والمفقودين اللبنانيين داعيا الدولة إلى تسلم هذا الملف والعمل لإنهائه